مرحبا من جديد بكل الأحباء والكرام عبر صباح الشروب تواصل المحطات يمكن دي واحد من التراث السوداني الجميل والسودان طبعاً يشغز مترار للأطراف فيه مجموعة من التراث مجموعة من القيم النبي لو لا زال الشعب السوداني نقول إنه محافظ على عاداته وعلى صفاته النبي يمكن دي واحد من التراث الأهل بغرب السودان بيتواصل معكم عبر هذا الصباح الشروب مجموعة من المبادرات التي نتجت مؤخراً في الساحة السودانية يمكن تدعو إلى محبة والسلام وتدعو إلى التواصل وتدعو إلى إن يكون ناس متكاتفية مع بعضهم لبعض يمكن فيه مبادرات كاتlya منذ زمن بعيد متواصلة تقدم الدعم الاجتماعي الدعم الخيري كذلك الدعم الثغاري و الدعم الإعلامي نحن نزعت جداً أن تكون معنا واحداً من الجمعيات الخيرية جمعية محبة والتواصل الخيري نزعجاً جداً يكون معنا رئيس الجمعية آدم وسليمان آدم وصباح الخير مرحب بك صباح الخير صباح التفاول صباح الجمال صحيح جدا بصدافتها برناكم الشيط جدا صباح الشروك وإن شاء الله هنقدر نعكس المجهودة الجبارة بما هو شباب جمعية محبة وتواصل الخيرية ونوضح للمشاهد نحن بنعمل في شنو إن شاء الله جميل أول حاية بكم تبادرت لها سادة المشاهدين من فورما والزي بتاعكم الجميل ده هنتعرف عليهم مشاهدين لكن أولا ناخد بطاقة تعرفية كده نعرف بالمشاهدين عن الجمعية طيب جمعية محبة وتواصل الخيرية هي جمعية شبابية نشأت من جروب في الفيس في العام 2014 تلمينا في جروب عادي فكان الجروب ما عنده هداف غير إنه الناس يعني تتونى تنزل صور تتناقش في مواضيع عام رياضية سياسية ثقافية لحد ما عملنا ستة شهور عملنا صندوق تكافري داخل الجروب يعني نحن بنساعد بعض داخل الجروب إذا عزول حصلوا أي مشكلة أي ظرف أي مناسبة اجتماعية وإحنا بنكون نقف مع بعض بعد ستة شهور تاني واصمنا ستة شهور بفكرة الصندوق التكافلي بعدها بعد كيثة مينة سنة جاءت فكرة إنه عايزين نطلع للمجتمع ما عايزين نحسر الدعم والمساندة بتاعتنا داخل الجروب فقط فجاءت فكرة إنه نعمل لنا جمعية من الجروب نحاول نطلع للمجتمع برا نساعد المجتمع نجيف معاه في جميع الضروب بتاعته وعليه جاءت فكرة جمعية محبة وتواصل الخيرية وضعنا عدة أهداف قلنا نقوم نشتغل فيه أهدافنا اللي هي نحن نشتغل فيه 12 مشروع خلال السنة بواقع إنه في كل الشهر لابد ننفذ لنا مشروع نعم هو تقريبا يا أدم أنتوا هدفكم الرئيسي مبادرة دعم الأسرة الفقيرة صحيح عايزين نعرف منذ التأسيس الأبرز الإنجازات اللي أنتوا ممكن حققتون من خلال الجمعية طيب نحن الحمد لله الإنجازات بتاعتنا اللي هي هدفنا تنفذت بنسبة 100% لو ما بلغنا وقلنا 150% أو 200% ممتاز فكل المشاريع نحن خلتنا في اعتبارنا نفذناها في أرض الواقع منها اللي هي زيارات دار الميقومة زيارات دار العجزة زيارات للإستراحات بأطفال مرض السرطان مشروع عمار المساجد والخلاوي ومشاريع موسمية في رمضان وفي الشتاء وفي الأضاحي بالإضافة لمشاريع اللي دعم الأسرة الفقيرة وأسرة الأيتام والأسرة المتعففة عبر تملكهم مسائل الإنتاج عشان الناس تقدر تسنت نفسها بنفسها وكده بالإضافة عندنا برضو مشروع لتدريب الشباب والخريجين في مجال علوم الحاسوب بندرب الشباب كيف يتعاونوا مع الحاسوب بصورة عملية ومحترفة جدا جدا بندربهم يعني تدريب عملي مجان فري كيف انه زيار يتعامل مع الحاسوب والبرامج بتاع التلويرت والإيكزل والبرو بوينت لقينا إنه في أرض الواقع فهو مشكلة كبيرة جدا جدا الشاب بيطلع ومعنده مشكلة في تعاون الحاسوب طيب نعلق على الصور تقريبا واحدة من المؤلب بتوزع للمحتاجين متين كانت المبادرة دي المبادرة دي قبل ثلاثة أسابيع من الآن كانت في منطقة يصيب في فارس كنا بنشينا وبنوزع حقائب قزائية لبعض الأسر المنطقة أصلا هي عشوائية وكل الأسر هنا يعني يا أسر جاي من مناطق بتاع النزاعات أو يعني أسر فقيرة ومتعففة ما عندها مسكن فبيجوا ببنوا ببنوا تغليدي وبيكونوا قاعدين في المنطقة دي فاستهدفناها ووزعنا فيها حقائية 25 بتاع حقائب تتكون من عدة ماتق زائية الدقيق والسكر والجماعة المحتويات التي تحت إليها الأسرة فمن المشروع ده نبع مشروع آخر لتمليك الأسر مشاريع انتاجية لأنه نحن لقين أنه مؤلسكيز ده بيقضي أسبوع أسبوعين بينتهي تهاني الجوع بيكون متوفر وموجود فمنها جاءت فكرة أننا نملك أسر الوسائل بتاع التنتاج واشتغلنا فيها ده كلام طيب آدم يعني لو أشرنا من 2015-2014 كان الفكرة ولا بدت 2015 معنى أصلاً في خبرة متراكمة معرفين الجو العام طرق المبادرات وتعامل برضو مع المحتاجين هل عندكم فريق عمل ميداني بيتقصب يشوف الأسر المحتاجة للدعم الحاجي وبعد ذلك يقدم ولا كيف في طريقة طيب تمام في الجمعية في مكتب اسمه إدارة المشروعات بإشراف المدير العام للجمعية المكتب ده مهمة إنه لما نكون عايز بنعمل بنعمل بحث ميداني يعني بيض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا ترجمة نانسي قنقر doing money ستركوا في الحقيقة بميزانية شكرا بسم الليل اشتغلنا مع الدعوة الاسلامية اشتغلنا مع منظمة مجددون اشتغلنا مع منظمة تكافل منظمة روح وتكافل برضو كل هذه منظمات عند مشاريع يعني متشابهة مع المشاريع بتاعتنا ونفزناها من ابرز المشاريع ان احنا نفزناها واستمرت الشراكة لسنين اللي هي منظمة مجددون السودان عندنا مشروع اسم كسوة الشتاء في كل سنة نسبة 70% ل 90% من الملابس بيجينا من منظمة مجددون ان احنا علينا عملية شنو التوزيع ومسلا مرة بتيجي ملابس مستعملة لكن تتايل عملية بتاعت القسيل وكي وتعقيم وتكيس فبروضي بتكون اجيب بتاع اه 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 ترجمة نانسي قنقر رؤيةically يعني اووزول تاني كان وقف الدجائ off الجامعي من السنة الاولى يعني اول حاجة انك مبتلقى جروش عشان تشتغل تطرح فكرتك مبتلقى شنو animation مابولك في قلنا بنشتغل بحاجة اسمه يوم الميزانية المتاحة يعني انا عايز اشتغل مشروع بعشرة مليون ممكن انشتغل بقى سير اباいい اضغط نفسي باي طريقة انهااش ان stukشنو بنفز المشروع ثاني شي يعني نحن نتعرض ممكن تقول له تنمر كبير جدا جدا في مسألة التوسيق بتاع المشروع نحن بنصور الحاجة بنزلها عشان نحكي للناس المعاناة بتاعت الناس عشان نقدر نلقى داعمين عشان نقدر نلقى ناس تقدر تقيف معنا فبنلقى المجتمع بيقولوا ليقدر يا وانتو كده اجركم ضاع والكلام ده ما بيجوز فما بيتفهم وقدر ما نحن بنقوم بنوريه المغز شنو من التوسيق فما بيستوعب لان الحاجة دي بانتقودونا الانتقاط شديد بيشوفونا يحن بنبشي عبر الناس دي الحاجة التالتة الزول اللي بيشتغل في العمل الطوعي بيتعرض زي ما قلت رأيك لنقطة في تصرفاته في حاجاته انت بتلقى نفسك ضغط على روحك في مستقبلك في زمنك في راحتك في حاجات كثيرة بتلقى نفسك كنت شنو يعني بيأسر معك لكن ما انت لما تشوف مصدر الفرحة وانك حليت مشكلة بتاعت زول شوفت ابتسامته وقيرت في المجتمع بتاعتك الحياة يعني بتكون بتجاوز لك جميع العقبات اللي انت صحي يعني الاساس عمل الخير انت بتقدمه لوجه الله سبحانه وتعالى من اجل الفرحة ومن اجل السد الحوجة فضل طبيعي انه قصاد كل عمل يصل للناس زد الهلعافي انه وصل للناس ومن ثم جاء ردودة بعض سواء كنسة سلبية او ايجابية وده يعني باخر يعني كل المفهوم بتاع المجتمع السوداني والبعض نباعض في الموضوع ده نداما بينظروا للجمعيات الخيرية لتحقيق مكاسب معينة او مكاسب شخصية واحيانا ما بتكون التقل كاف في بعض الجمعيات اللي هي حديثة اول قديما اللي هي اصلا عرفة يعني المنافذ والمداخل فانا عايز اشوف كيف ممكن نثبت التقل حقيقي بالنسبة ليشاري احنا ده عمل تطوع ومن ثم برضه تلقوا متطوعين من المجتمع يعني طيب منذ تاريخ تأسيس الجمعية انا شخصيا كنت يعني عندي مبدأ السقة انه اخلي الناس تسق في شغول كيف يعني بالجانب تعليه لا يعني انت الليلة اذا نفترض انت قمت اتبرع تليمي مبلغ عشر الف وقلت لي ادم يا اخي امشو اعملوا بقية اعمل خير او حددت لي مثلا برنامج معين امشو نفزه فانا مثلا شلت القروج دي وضربت لك تلفوان بعد ثلاثة يوم يا استاذي اخي الحمد لله المشروع تم تنفيزه وشكرا لك كده بس بفريك من انه اجيب لك التوسيق سوان كام فيديو وصور وشكل الفرحة بتاعت الناس ويا استاذ اخ ما قصرته وده الشغول تم على الارضة يعني التوسيق بيأكد لك شنو تنفيز العمل بيخلي الزوزات مبسوط انا الليلة اديتك عشرة وشفت الحاجة دي اهسرها كبير ومرة جاء ممكن اديك عشرين او اديك ثلاثين فسعين في الجانب دي انه نكسف شغولنا الاعلامي برقم التنمر الحاصل لنا نحن ما حن نجيف من الحاجة دي لانه دي الحاجة الوحيدة اللي بتخليك انه الناس تقدر تسق فيك الناس تقدر تعرف شغولك الناس تقدر تكاتف معاك فانا احنا مركزين بنسب كبير منه ونحاول كل شغولنا شنو نركز في الجانب الاعلامي عشان نوضح الفكرة بتاعتنا يعني بنترح الحاجة من بداية التنفيزة يعني الحوجة عاملة كيف لحد الشكل النهايي بتاع شنو الحل بتاع المشكلة تمام يمكننا ادم في الفترة الاخيرة يعني عموما نقول العالم كله هو بمعنى انه في السودان في اسر كتير يعني متعففة في اسر طبعا الازمة الاقتصادية دي اثرت على العالم كله خاصة في السودان في مجموعة من الايتام اللي ما لاقينه حتى حق الدواء في مجموعة من الاسر اللي ما قادرت اكل يعني اكل اليوم خليك من اكل بكرة او مستقبلا انت ريادكم في المنظمة عملت شنو عشان تصول الاسر المتعففة وكذلك اسر الايتام طيب تمام نحن اصلا المغرنا كيوم درمان وفي ام درمان في ام بده يعني وبنتجه بعد ذلك الحتات البعيدة النائية فمركزين على ام درمان لانه هي بجت كده منطقة بتاعتي يعني حوجة كبيرة جدا خاصة الاطراف عندنا الفتح عندنا الاسكانات عندنا دار السلام عندنا الحل الجديد عندنا نفاشة عندنا حتة يسمى السودان جديد دي ما هزونزات في زول شافعة قبل كده فدي كل اماكن نائية جدا شاء الله انا منيهم شاء الله انا منيهم فادي الاغلبيوتهم جايين من وين؟ جايين من مناطق بتاع النزاعات يعني اهلهم ماتوا يتهجروا جوا ما في زول حاسبهم للحكومة عرفاهم ولا المواطنين عارفينهم يعني الا الموظمات هي الجهة الوحيدة اللي بتصل الى الاماكن دي وبتقدر تجيف مع النسان هذا المنطقة هذا المنطقة محتاج للملابس محتاج لللاكر محتاج للشرب غير كده محتاج لولا وسيلة عشان انا ما عايز الانسان دي يكون متلقي للدعم يعني كل مره ان تجي تدي كيس تدي دواء كده ما حلته ومشكلته ياخي علموا الزراع عدي مشروع صغير اعمل لهم سوق جنبهم اعمل لهم مصنع الاساس ان الناس تقدر تكون منتجة وحاسة بان ازول بيعمل حاجة فيعني دي المشاكلة لسي حائلين حاصلة ومحتاجة لوقفة مننا نحن كمنظمات ومن المواطنين ومن رجال الاعمال ومن الشركات ومن الحكومة في المقام الاول طيب جميل لو كان في جانب اخر قبل الختام يعني لو كان محمد برضو عنده اضافة نتكلم عن التكسيمات الداخلية داخل الجمعية يعني الجمعية بدت من 2014 و2015 ومستمر الى حد الان بالتأكيد كل عقبة بعد ذلك يخطي ويصيب الانسان في التكوينات الداخلية حتى انه تكون بالصورة المطلوبة نتكلم عن التكسيمات بصورة مبسطة كده ومدي اسهام على الواقع في الجمعية كويس بس ما قدرت افهم السؤال التكسيمات يعني انا اقصد مثلا دي المسؤولين الاعلام دي المكاتب الادارية اوكي طيب طبام احنا بنتقوم من ثمانية اداريين اول حاجة في رأس القمة بتاع الادارية بيكون في الرئيس اول مؤسس اول مدير العام بتاع الجمعية بتحيط طوال بيكون مساعد له بمنصب نائب للمدير العام بيجي طوال السكرتير اول مدير الادارية والمدير التنفيذي ده بيكون مسؤول من الامانات التحدي كلها بعد داك بيجي مكتب الامي المكتب الامي في الجمعية مهمته التوسيق للمشاريع توسيق الحياة قبل تنفيذها عمل البرامج زي ما نحن حاليا مفروض كان يعني يكون فيه مثلا مكتب الامي عندنا مكتب بتاع المكتب المالي اللي هو ده خاص باستلام التبرعات وصرفها في المشاريع بعد داك ده المكتب مهم جدا هو مكتب شؤون العضوية اللي هو ده خاص بانه مسجل اللعضاء ويدربوهم ويوروهم التفاصيل بتاعت العمل داخل الجمعية كيف احنا ظهر معنا ارقاما ارقاما ايوا دي انا بوجه يعني رسالة خاصة التبرع والاشتراك ايوا لاي زول بيشوفني هنا يعني انت ممكن تساعد بمالك ممكن تساعد بفكرك ممكن تساعد بمجهودك يعني حتى الناس السايقين عربات ممكن نفيدونا شديد في الحركة بتاعتنا في الذهاب لتنفيذ المشروعات اه بتمنى اي زول بشوفنين احنا الان شغالين في مشروع مهم جدا اللي هو اه اصلاح الحالة العامة للأسر في منطقة نيفاشا يعني انا من اقول الحالة العام الشكل بتاع المعيشة الدنيا خريف كل البيوت الموجودة في منطقة نيفاشا ما عنده عارش اللي عنده عارش ترقى عارش وعبارة عن كرتون الناس زي انا حضرته مطرتين انا حضرته هناك كلنا شغالين بنبني في بيت مطرتين انا حضرته المطرة اللي ما انتجي الناس زي يعني بتجهجه جهجه كبيرا ما بتلقى حي تتقدر شنو نحن نتمنى لكم الله التوفيق هذا وده عمل طيب و جميل اللي بيبذل نفسه للعطاء او لخدمة الناس انسان عظيم وانسان نبيل ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق قبل ما نختم حمزة قبل بتاع سأله من الانفرمس على حتى انا اها والله اتعلقنا المشاهدين يعني لو كان زمن كنترول طيب تمام سريعا هل زيدة خاص بالشخص المؤسس للجمعي ولا عنده تفاصيل معين يعني طيب نحن كمنظمات في السودان للأسف يعني ما بنركز على الشكل العام بتاعنا نحن بمعين مواجهة وبنقدم في المجتمع وبنمسي الجزء من المجتمع فلابدو يكون عندنا حاجة شنو جميلة بتميزنا نحن في جمعية محبة وتواصل اول سنة كنا بنشتغل حاجة في 2015 تالي سنة بنلوقع عواكس بتاع المرور لقينا انه برضو في منظمات شبيهة بتلبس نفسك سكت حاولت تتغيره غيرنا عملنا بالطلونة بيض برضو لقينا في منظمات برضو شنو عملنا الدباجات بقينا برضو في الدباجات عملنا الكرفيت تهستق عملنا الكاب ده مازم في زنة اوكي تمام الكاب واللوقو ان شاء الله موفقين ادم سليمان ادم رئيس جمعية محبة وتواصل الخيرية شكرا لك جزيلا عبر هذه الفقرة وعبر صباح الشروف يتحدثنا حول موضوع يوم جدا هو الدعم الوسر الفقرة عبر جمعيتكم العريق وجميع ان شاء الله الحظة الباقي ان شاء الله شكرا لك تسلم يا رب وان شاء الله يكون قدرنا نوضح الفكرة بتاعتنا ومشروعاتنا اعمالنا الخيرية بنعملها في المجتمع وتسلم مكترة الاستضافة شكرا